كما التقى سمو اللواء الركن الشيخ ناصر بن حمد الخليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي السير مارك سيدول مستشار حكومة المملكة المتحدة للأمن الوطني الذي رحب بزيارة سموه إلى المملكة المتحدة ومن جانبه أشهد سمو مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي بعنق العلاقات الثنائية والتاريخية التي تربط مملكة البحرين مع المملكة المتحدة الصديقة كما جرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك بين البلدين من خلال تبادل الخبرات وسبل تطويرها وتعزيز التعاون بين البلدين الصديقين في هذه المجالات كما أشهد سموه بالدور الذي تقوم به المملكة المتحدة على المستوى الدولي في حفظ الأمن والسلم العالمي وقد أقام مستشار الأمن الوطني للمملكة المتحدة بعد اللقاء مأدوبة غداء تكريما لسمو مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي